المغرب نموذج في مجال تطوير الطاقات المتجددة هكذا يصفه الخبراء في مجالي الطاقة والبيئة وممثل منظمات إقليمية ودولية ومسؤولون حكوميون يتحدرون من مختلف دول المعمور واستحق هذا الاعتراف الدولي لكونه جعل تطوير الطاقة المتجددة في صلب سياسته الطاقية التي تنحو نحو تنويع مصادر التزود بالطاقة بعيدا عن الوقود الحفوري وتطمح إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة في أفق عام 2030 إلى 52% من إجمال باقته الطاقية توفر المغرب على قدرات هائلة في مجال الطاقات المتجددة وسعيه إلى تقليص انفاق سنوي على واردات الوقود والكهرباء يقدر بـ 3 مليارات دولار والاستجابة إلى الطلب على الطاقة ينمو بمعدل يفوق 6% سنويا عوامل دفعت بالمغرب لا يعطى انطلاقة برنامج متكامل واسع النطاق لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة ويتعلق الأمر بافتتاح العديد من الحضائر الريحية اعتبارا من عام 2000 وأكبر مجمع للطاقة الريحية بالقرب من طرفايا سنة 2014 وتشييد مركب نوربي وارززات الذي يعد أحد أكبر وأكثر الخطط طموحا في مجال الطاقة الشمسية في العالم على مساحة 3000 هكتار وباستثمارات قدرها 9 مليارات دولار هذه المحطات الشمسية والحضائر الريحية وغيرها من المشاريع تهدف لن يكون انتاج الطاقة محليا وتحقيق النجاعة الطاقية وتسريع وطيرة انتقال المغرب الطاقي كما أنها تعكس رؤيته المستقبلية التي جعلت منه نموذجا يحتدى وقبلة للعديد من البلدان اشتركوا في القناة